على مفترق الطريق الرابط بين الظاهرة والبريم تقع عين بن ساعدة بولاية الضي التي تنبع من أسفل هذا الجبل متدفقا عبر قناة مائية شهيدة تحت الأرض لينتهي به المطاف إلى حوض مائي يطلق عليه اللجل يستقبل كميات المياه القادمة من المصدر الماء عذب ومن باعه من وادي كميرا تقريبا مسافة 9 كيلو من المنبع من وادي كميرا نعم منبعها يتميز هذا المكان بالمزرع الكبير الممتد في كثرة المحاصيل الزراعية ومع امتلاء الحوض بالمياه يقوم أصحاب المزارع القريبة من الموقع بري المساحات الزراعية الموجودة حسب المتعارف عليه حيث تزرع بعض المحاصيل والأشجار والخضروات والأعلاف عندما تكون خصب يدفع الوادي تستغرق ثلاثة ايام اربعة ايام ويطلع الماء في العين هذه يزيد وعندما يكون المحل يستغرق حوالي سبوعين وثلاثة تسابيع هذا المزرع طبعا فيها تقريبا ما يقارب كيلو طوله وزراعة موسمية ما فيه نخيل أو كذا يعني مثل زراعة البر والزراعة الشتوية الموسمية وإلى جانب موقعها المتميز ومياهها الجارية فإنها تجاور الموقع التاريخي الذي اكتشفته وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع بعثة بولندية من جامعة وارسو محمد بن سعد العلوي محافظة الظاهرة